أيضاً نهاردة نادي فيوتشر أعلن رسمياً عبر صفحته الرسمية الحصول على خدمات مهند لاشين لاعب طلاع الجيش بعقد يمتد الأربع سنوات بداية من الموسم المقبل ووقع اللاعب على عقد مع فيوتشر في حضور العميد أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلاع الجيش والدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر FC والكابتن أحمد شبير نائب رئيس النادي وإدارة فيوتشر توجهت بخالص الشكر والتقديل لمسؤولي نادي طلاع الجيش على جدية المفاوضات ونجاحها والتعاون المصمر بين الناديين هي على فكرة مفاجأة ليه؟ مهند كان قريب من نادي الزمالك وفي بعض الأوقات اتقال إنه قريب من النادي الأهلي فكون فيوتشر يقدر يكسبوا الصفقة دي فده شغل كبير شغل ممتاز انك تعرف تاخد لاعب من أهلي وزمالك الدنيا تغيرت الدنيا تغيرت زمان الأهلي وزمالك هم بس اللي يخشوا ياخدوا اللعيبة واللي يتبقى يروح لبقى الأندية دلوقتي لأ برامج يخش ياخد من الأهلي وزمالك فيوتشر يخش ياخد من الأهلي وزمالك فاركو نفس الأمر سيراميكا نفس الأمر هتلاقي الفرق كلها بتخش وتنافس على اللعبين كل الناس بتدفع دلوقتي كل الناس عندها فلوس وتقدر تشتري لعبين كان قريب جدا مواند عصد كان معايا في تليفون قبل كده هنا وكان قال انه قريب جدا او لمح انه كان قريب جدا من نادي الزمالك